موسيقى 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 نحن نخاف من الدهون والسكر ما يجب أن نأكل بسكوت؟ كثير من الناس يقولون أنهم يأكلون كل يوم بسكوت عندما نقول بسكوت يجب أن نفرق بين كما كان هناك هرم غذائي وكما يكون هناك هرم الغذائي للصحن يجب أن نأكلها كل يوم هناك مواد غذائية يجب أن نأكلها كل يوم مثل النشويات بأنواعها عندما نقول نشويات، نقول نشويات بدون سكر ودهون نقول الخبز، الأرز، الماكروني هناك أيضا اللحوم، الخضار والفواكه ومجموعة الحليب هذه المجموعات الأساسية يجب أن نأكلنا كل يوم لكي لا ينقصنا أي نوع من العناصر الغذائية البسكوت والحلويات، الغلطة البقع فيها كثير من الناس أنه صارت إشي يومي يعني ما بيصير إحنا نوازي البسكوت والحلويات أو نركز شوي اليوم لأنه عم نحكي على البسكوت ما بيصير نوازي بمساواة النشويات الثانية ليس من الأغذية اللي لازمنا كلها يومياً كنوع من التغذية اليومية وهذا اللي عم بيصير كتير من الأشخاص بقولهم إيش بتفتروا؟ بفتروا الصبح مثلاً شاي وبسكوت أو ممكن حتى إذا كنت عم بحكي لك الصبح في واحدة بعرفة إذا سمعتني طبعاً على التلفزيون هذه كل مرة بقولها إنه ليش مش نحفانة؟ بتقولي لا أنا التزمت بالريجيم مضبوط وإيش عم تاخدي؟ إنه في إشي مش معقول إنه ما في نزول الوزن كانت تتبدل حبوب الإفطار الصحية طبعاً الغنية بالفيتامينات والمعادن وغيرها بخمس حبات من البسكوت طبعاً في فرق أنه هون بيصفي إنه بتقولي تلاق ما هو حبوب كاملة ما هو ألياف هاي الغلطة البوقع فيها كتير من الناس شوفي هلا مثلنا الديجستيف بتشتري أو هذا البسكوت بيجي بقولك غني بالألياف حبوب كاملة قدي منه هذا الحكي دقيق وصح يعني هلا بدنا ننتبه هلا إحنا لما نختار البسكوت لما بدك تاكل بسكوت أوكي حلو نعمل اختيارات صحيحة نطلع على صعورات الحرارية هلا بنحكي بالتفصيل عنها أوكي إذا في من الأمح الكامل أحسن من الأمح غير كامل بلكن كمية الألياف ما بتغني عن حبة فاكهة لأنت لما تاكل حبة فاكهة ممكن تغني بالحصة الوحدة أربعة جرام من الألياف خمسة جرام من الألياف عادة البسكوت ما بتتعدى نصف جرام من الألياف إحنا بناخد كلمة أمح كامل وعلى أساسها بنبني إنه ألياف ومسينا ناخد أوكي ما هو ممكن يساعدني بحلات الإمساك وهذا ألياف ومفيدة لأنه البسكوت أساسه عبارة عن طحين، زبدة أو دهون، وسكر وأنا بفضل حتى ينعمل بالبيت، ليش؟ لأنه معظم أنواع البسكوت حتى بكون موجودة على المنصق الغذائي مكتوب زيوت مهدرجة وإحنا زيت النخيل المهدرج لأنه أكتر إشي يستخدم في التصنيع ولكن إحنا دايما بنضع كأخصائيين تغذية نبعط على زيوت المهدرجة لسه لما نعمل بسكوت خاصة إذا عندنا أطفال وحبين نطعمهم بسكوت أو بحبوا البسكوت لما نعمل بالبيت ونعرف إنه إحنا شونه على الطحين اللي حطينه مرجرين في عندنا بالأسواق يا مرجرين يا زبدة الأفضل نروح على المرجرين الخالي من الدهون من سميها ترانس أو الزبدة من إذا نتحكم بالكميات القليلة بدل ما يكون في عندنا إشي كتير دائما مننبه منه كأخصائيين تغذية شراب الفركتوز حتى بتلاقيه على الملصق الغذائي هذا حتى كتير دراسات طلعت على إنه علاقة الفركتوز بكميات كبيرة وشراب الفركتوز بالإصابة بالسمنة لأنه إحنا كتير فيه أغذية عم نتناولها عم بكون فيها كميات كبيرة من السكر وشراب الفركتوز هذا اللي عم نحكي منه وإرتباطه بالسمنة بكون مكتوب مقدار الحصة الوحدة هذا نطلع عليها لأنه مرات المعلومات الغذائية بتكون مش لكل البكيت وهذا اللي ننتبه لإله هارفتي؟ يعني المرات البكيت بكون في 200 جرام بقولك المعلومات الغذائية لكل 100 جرام فقط هل أنت عم تاخدي دابل لو أكلت البكيت؟ بالضبط بشكل عام لما بدنا نأكل بسكوت بناخدها زي ما حكيت أول ما يكون وجبة أساسية يومية بناخدها زي مثلا إذا جعبالك إشي خفيف مرة مش دايما مش كل يوم وما تتعدى الميت سعراء أو 120 سعراء حرارية بحد الأعلى هلا بشكل عام كيف تقدري تأخدي ميت سعراء حرارية؟ من البسكوت اللي مملح زي هذا تقريبا هذا كل زبدة ربصة؟ أهلا أكيد فيهم زبدة بس هلا هذا إذا أخدت تقريبا 12 حبة بتعطيكي 120 سعراء حرارية يعني إذا حبة تاكلي بهاليوم اللي جعبالك فيه بسكوت وما تكتري وضلك بالحد لأنهم بيقولوا لي دايما قديش أكل أكل بكيت ولا أكل نصه عشان ما يأثر على زيادة الوزن ولا على كمية الدهون ما تتعدى 100 سعراء حرارية أو 120 سعر حرارية وما تتعدى نسبة الدهون 7 جرام فعشان تاخدي هاي الكمية مثلا من أنواع البسكوت اللي عنا هون أكتر حد من 10 ل 12 حبوت من حبات من البسكوت الصغير الملح إذا بدنا نروح على البسكوت اللي فيه شوكولاتة بسموه الشوكولات شب حبة واحدة تعطيكي وزيادة لأنه عادةً هاي فوق المية كالوري الحبة؟ هاي فيها مية سعراء حرارية فتخيلي إذا هاي بوقع فيها كثير من الأشخاص إنه بياكلوا البسكوت بالمكتب كوجبة خفيفة لا يمشوا حالهم لا يجي الغدر فإذا أكل بكيت فيه خمس حبات وكل حبة بمعدل هاي مية سعراء حرارية هاي خميس مية سعراء حرارية وأدي أختي دهون إذا كان فيها الواحدة فيها سبعة جرام دهون خمسة في سبعة أدي المشاطرة برياضية خمسة ثلاثين جرام دهون هاي عدي لازم ناخد دهون بنهار؟ السيدات بمعدل المعدل المبدأ الفين سعراء حرارية ما يتعدى من خمسة إلى سبعين جرام من الدهون أختي نصف الدهون من البسكوت بس من البسكوت لست عندك الأكل أو لحمة أو جاج بالضبط إذا أكلت زيت وزعتر إذا أكلت زبدة بأي وجبة تانية إذا تحليتي إشي تاني فهذا اللي ما عم ننتبه عليه كثير من الأشخاص أدي عم بياخدوا دهون من أكل بكميات قليلة بس بكون مركز في الدهون إنتي حابة تاكل من هذا البسكوت ما تتعدى الحب الحبتين بالحد الأعلى هيك إنتي بتكوني قربتي على السعرات الحرارية العالية والدهون العالية والسكريات في عندنا الوايفر هو أقل بالدهون مع أنه محشي مثلاً فانيلا أو هير بس أقل بالمقارنة بأنواع البسكوت الثانية أقل بالدهون وقل بالسكر بس برضو فيه بس بيتنا ناخد ما تتعدى الكمية الألدة يعني هيك تقريباً بالضبط يعني هاي عم تعطيكي 100 سعرات حرارية يا حابة أكل بكية الصباح شوفتيني شايفة ما أنا دائماً بقولك ببهدلك بقولك ونفطورك ونفطورك والمشكلة ما بشبع أخير شبع الكاميرا بالحق أشيطة هذول حبتين أو ثلاث حبات ثلاث حبات هذول محشي فانيلا أو شوكولت أو شوكولت هاي 120 كالوري هاي 120 كالوري بالمعدل يعني حابة تتحلي إشي أو أي حدا حابة تتحلى ما نأكل بكية هاي بتعطيكي زيادة يعني أنت عم تتحدي الكميل عم تاخدي منها من السعرات والجهن البسكوت اللي بيجي الأمح الكامل بسموه وهذا كتير من الأشخاص عم بيتناولوه زي ما قلت لك المثال اللي كانت تاكله كانت تتخنه وتاخده حجما بتقول لي مثل ما هو انتي كاتبت لي كوب حبوب أفطار خليني أخد ستة انت الكوب حبوب أفطار بيعطيكي إذا يعني إشكان النوع بالأكتر 150 سعر حرارية 180 الخمس حبات زي هذول بسكوت بدهم يعطوك تقريبا 450 500 فشوف الفرق عادة بمعدل بيكون فيها 62 65 70 سعر حرارية فحبة حب ونص بكتير بزيادة وما هيكون يومي حتى اللايت اللي في يجي منه في يجي منه حتى اللايت شو اللايت بيكون أقل بإيش نسبة الدهون بسيطة جدا 3 جرام بالعادي اللايت 2 جرام يعني ولا إشي يكتر مظبوط عم تحكي إنه نقرأ نقرأ لأنه مرات بتوت ما منقرأ إحنا هاي المشكلة هاي بننبه عليها دايما بكل الحلقات يعني يا جماعة لما نطلع كل المعلومات موجودة عندك على الملصق الغذائي نطلع أوكي مكتوب لايت هاي دايما إحنا أول لايت نحطها بالعلبة ومناكل ناكل كتير من اللايت بس نطلع اللايت بإيش جيب المنتجين هذا لايت هذا عادي مبارح مسكت المنتجين عشان ما أظلم أيحد واتأكد منه طبعا بطلع وين اللايت بزبط طلعت 1 جرام بالجهون بالحبة الوحدة هلا أوكي في اختيارات صحيحة إنه مثلا نروح على الأمح الكامل ما في مشكلة هذا أنا كنتي بعملها مرات يعني مرات بعمل كيك منعمل حلويات منعمل بسكوت زاكريني ننبه على فقرتنا الجديدة أها أنا فقرة كتير حلوة استنوا لنسمع عنها بعملها مثلا بالبسكوت بخلط بحاول أحط أمح كامل عشان لما تاخدي هاي الأشي تاخدي أكيد يعطيكي فوائد أحسن من الأشياء تانية هداك شو اللي فمع شوكولاتة؟ هدا محشي شوكولاتة تقريبا الثلاث حبات بيعطوكي 100 سعرات حرارية آه تلات وتقريبا 8 جرام للدهون ونيجي للكعكو المعمول سيد الموقف للأسبوع الجار دائما بقولولي قدي السعرات الحرارية إنه أكل بعجوة ولا بجوز ولا بفستق حلبية اختلاف بسيط المعدل ما بين الحبة اللي زي هيك 120 ل 150 سعرة حرارية في سمنة يعني أنا بكل ألف كالوري كعكو معمول بالنهار هلا إذا لفين على خمس بيوت نور كل بيت أكلنا حبتين لازم تدوقي معمولاتي لازم تدوقي معمولاتي دوقي يا شيء والله لازم تدوقي معمولاتي والحرقة والحرقة مصبوطة والعجوة من السمنة والسميد طبعا ما منحكي ما ناكل بس يعني شوين نفكر يعني كل حدا بقولي جاي على العيد و بقولي بديش أنصح بس بتي أكل وبعد العيد بقولي ليش أنصحت طبعا ما هو إحنا مناكل هاي الأشياء بس ننتبه للكم الحبة بتراوح يعني هي الفستق الحلبي والجوز شوي أكتر من العجوة العجوة 120 تقريبا حسب ما هو الحجمة أنا عم بعطيه معدن الفستق الحلبي والجوز تقريبا 150 سورة حرارية الحبة الحبة طبعا كله زبدة وفي ناس حباتهم كبيرة في ناس حباتهم الحبات الصغيرة ممكن بس بالمنطق بس بالمعدن هيك طبعا الناس بقولي ما هو تمر ما هو فائدة أوكي إحنا ما هو هاي المشكلة إحنا مناخد عنصر معين يعني زي موضوع البسكوت ناخد عنصر إنه أمح كامل ونمشي عليها مننسى المعلومات التانية أوكي أمح كامل مضاف عليه زبدة مضاف عليه سكريات وغير هم الأشياء في هذا اللي هو أخف أنواع البسكوت نقدر نحكي اللي هو بسكوت الشاي بسكوت الشاي هلا أوكي صح فيها سكريات بس طبعا أقل من أنواع التانية لما يكون فيه عندنا شوكولاتة لما يكون فيه عندنا ويفر لما يكون فيه عندنا كريمة بتقليل السعرات الحرارية تقريبا 6 حبات 5 حبات بيعطيك 100 سعر حرارية من هذا 5 حبات 5 إلى 6 يعني تقريبا بيعطيك 120 سعر حرارية الدهن بيكون شوي أقل بس مرضو كلهم بمعدل 4 على 7 جرام 4 على 7 جرام بس إنه مثلا إذا كتير جعبا لنا بدل ما ناخد حبة من هاي هات نصفتهم جم بعد ممكن ناخد السعرات الحرارية من هاي كمية كمية 120 كالورية إذا بدنا ناخد نصفتهم على الأرض هاي أنا حفزت أسمع درسي واحدة ونص عشان ما نزلن واحدة ونص هاي مية هاي قلنا 3 هاي تلاتة هاي تلاتة هاي تقريبا 5 هاي حفزتك عكاية أو معمولاية بالضبط هاي 100 سعر حرارية هاي بتول هدا قبل شاكلة شب هاذا تقريبا نفس الشيء زي هاي 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 وهاي عنا 3 حبات حلو هاي ميكسه برافو ربا هادول حلو بس هادول لأننيشغلي هادول أقل شوية الدهون والسكر ولكن غني جدا بالسوديوم اللي هو الملح صحادة ما لمرضة كفا ضغط الدم بدنا ننتبه لأيهم هاي احنا هاي تلاتة هاي كل واحدة فيها مية لمية وعشرون كالوري هالقدي بيطلع لك من أبو الشاي يجعب عليك الكثير من البسكوت. ليس يومي. ليس يومي. الخبز أكل يومي يا جماعة. خافوا من الخبز بيأكل البسكوت. الخبز أكل يومي. اللحوم أكل يومي. الخضار والفواكه يومي. ليس يومي. مع أنها مغريات. يفضل أنها ما تكون بالبيت. طبعا. لأنه بالبيت بتصيري بدك تروحي. طبعا. هلأ ربا خلينا ننوه لفقرتك الجديدة. أنا عارفت أنك عاملة مفاجأة كثير حلوة. والحلوء نفيها مشاركة. أه. قللنا عنها. هنا نحضر لفقرة جديدة اسمها لقمة خفيفة. لقمة خفيفة أجل اسم أنه إحنا حابين كثير من بيجينا مرات استفسارات. كيف أدي أعمل اللازانيا بطريقة صحية. كيف أدي أعمل البسكوت بطريقة صحية. فإحنا بدنا نروح لعندكم للبيت. يعني بدنا نستقبل مشاركات من الناس. أي سيدة أو أي حدا. ممكن طفل ممكن. أي حدا بيحب يعمل بيحب أكلته مفضلة إذا بيحب بيرجر مثلا. بس حابب يعملها بطريقة صحية عشان ما يندم أو ما يتدايق لما يقولها. رح نيجي عندهم على البيت. رح نشوف الوصفة ونحضرها بطريقة صحية أقل بالسعرات الحرارية عشان يستمتعوا فيها. ونصور طبعا عندهم في البيت. فأي حدا حابب يشارك معنا. كيف بدنا نتواصل؟ يبعت لنا على دنيا أندرسكوريا.دنيا.ترويا.توفي الإيميل. يبعت لنا الإسم والعنوان وإسم الوصفة ومكان السكن. والوصفة بالتفصيل عشان نعرفك. وأكيد نترقم التليفون والإيميل. عشان نأهلا يعني إحنا بمرحلة ناخد طلبات. عشان نبدأ نصور لهذه الفقرة. أوكي. وبيقدروا كمان على الفيسبوك؟ طبعا بيقدروا على الفيسبوك. أو الإيميل طبعا هو أسهل إشي. دنيا أندرسكوريا.دنيا.ترويا.توفي بقدروا. بس هداك أسهل عشان تجمعوها. آه ممكن. بس أهم إشي المعلومات. الاسم مكان السكن. رقم التليفون. الإيميل. الوصفة اللي بدهم إياها. وحابين هذا. حتى ترتب أمورك وزياراتك. بالضبط أكيد. نأنا نجي لعندهم ونصور من البيوتك. يعني شو بتكم أحلى من هيك. ربما نشرب أشتجانتكم على البيت. بتطبخ لكم الوصفة اللي أنتو بتحبوها. بطريقة صحية أكثر. حل صارات حرارية. هدل شغل حماتي؟ شغل حماتي. هلا بيجعلوهم. إذن فاصل ومنكمل فقرات دنيا يا دنيا. خليكم معنا.